تحت حكم طالبان منعت النساء الأفغانيات من العمل في جهاز الشرطة وبعد أكثر من عشر سنوات تكاد الحكومة الأفغانية تفشل في تحقيق أحد أهدافها بزيادة عدد النساء العاملات في الشرطة تقول منظمة أوكسفام البريطانية إن خطة الحكومة بتعيين خمسة آلاف شرطية مع نهاية العام المقبل تبدو بعيدة المنال فالأرقام تشير إلى وجود نحو 1600 شرطية منهن 200 تحت التدريب ما يشكل واحدا بالمئة من العاملين في هذا المجال لكن السؤال يكمن حول وجود إرادة سياسية قوية لدى السلطات الأفغانية لتحقيق الهدف بسبب وجود عقبات كثيرة ويأتي في طليعة هذه العقبات التقاليد والموروثات الثقافية وانتشار الأمية بين النساء وخطر التعرض للتحرش الجنسي فقد تعرضت أحدى المراهقات للاختصاب من قبل الشرطي بعد هروبها من منزل العائلة ومع دخول منظمات مدنية أجنبية تم القبض على الشرطي وسجنه لاحقا لكن السلطات ترى أن مثل هذه الحوادث فردية وليست شائعة في جهاز الشرطة وذلك ردا على تقارير منظمات حقوقية أفغانية تؤكد ذلك أرفض كليا لاتهامات حول وجود انتهاكات جنسية في جهاز الشرطة لا أنكر وجود مشاكل لكن حلها يحتاج إلى وقت تقرير أكسفام أشار إلانة تمييز بين الجنسين يصل إلى حد أن الشرطيات لا يحصن على اللباس الرسمي كما هو الحال بالنسبة لزملائهن الرجال باريغالد سراج كانت تعمل كأخصائية تجميل وهي الآن تتولى تفتيش السيارات عند الحواجز ما يترتب على ذلك مخاطر جمة بسبب العبوات الناسفة والهجمات الانتحارية ومع قدوم موعد الانتخذات العام المقبل تزداد الضغوط على الحكومة الأفغانية لتعيين النساء في مهن مجدية وليس فقط لتقديم الشاي لكن المنظمات تتخوف من أن انسحاب القوات الأجنبية العام المقبل قد يخرج أفغانستان من دائرة الاهتمام الدولي ما يؤدي إلى تراجع المحاولات لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين